الآن هو التعبير يختلف مرة يكون بوذية، زهرية، كلمات، مقال، تمثيل مرة يكون بالفرشاة، بالألوان فكلها يعني تعابير لكن تتخذ عدة صور تختلف في طريقة الترجمة كل فنان يعبر عن الأشياء الجميلة اللي دوته بالموهبة اللي ربنا هباها له وطبعا كلها بتأدي أو بتصب في تراث المنطقة يعني سواء الفنون أو الشعر كلها بتكون تورث حتى للأجيال نعم جيلا بعد جيل صحيح جيلا بعد جيل نحن حابين نتكلم عن الفنون الشعبية اللي موجودة في الإحسان وحابين تعرفون عن تراث منطقة الإحسان بالنسبة للإحسان طبعا إذا ذكرت الإحسان تتصدر الفنون في نونه الشعبية ويمكن أبرز شيء اللي استطاعت الإحسان نتفرضه كاسم وكمنتج هو البشت الحصاوي قال لك البشت والبشت حتى في لفظة إبداع يعني شلون البشت اللي عنده للآن ليس الإبداع فقط في صياغة التطريز التطريز وإنما حتى في التسميات على سبيل المثال نبدأ بالبشت كلمة بشت البشت طبعا هو يلبس في الأفراح ولذلك في يعصر في الوفايات لربما الناس تبتعد عنه خاصة أهل المصاب ما يلبس